الدلائل والحقائق كمان انتش بتتكلم في أقطاع تحكمية ده انت بتتكلم في معايير اختيار الحكام في مباريات الاهلي عبر 18 مباراة انتوا جماعة بتلعبوا دوري المفروض الدوري ده بيتصرف عليه مليارات مش ملايين وطالما الدوري الدوري المصري دوري محترفين بتلعب فيه أندية محترفة وعقود مع لعبين محترفين وعندك حكام دوليين لازم بالتأكيد المنظومة التحكمية تكون على نفس القدر من الاحترافية في تطبيق المعايير بخصوص الفار بخصوص تعينات الحكام بخصوص أداء الحكام خلال مباريات هذا العام لذلك الاهلي لما بيطلب حكام أجانب هو مش بيطلب حكام أجانب عشان زي ما البعض قالك انت ممكن تكون معاك فلوس فبتطلب وغيرك مش معاك فمش هيطلب هي مش دي العدالة على فكرة لا بالعكس اي نادي بيطلب حكام أجانب تبقى للليحة يحق لي انه هو يكون في مبارياته ادارتها حكام أجانب الاتحاد الكرة طبيعي لازم يوافق وحتى لو اعترض لازم لما يعترض يقول اعترض ليه مش اعترض لانه هو بيصق في التحكيم المصري ما احنا كمان بنصق في التحكيم المصري لكن هنا بقى الشعر الفصلة ما بيننا وبينك هي المعيار اللي على أساسه بتدي الحكام مباريات وهل هؤلاء الحكام جاهزين ومؤهلين لإدارة هذه المباريات مش حكم صفارة بس لا ده حكم تقنية الفيديو اللي النهاردة هنقول أرقام احصائية مهمة جدا محمد الحكوم محدش هيتخال الرقم اللي هيسمعه النهاردة بقصص حكام تقنية الفيديو اللي موجودين في الدوري من أول أسبوع لغاية الأسبوع الثمانتاشر أو تمنتاشر مباراة بالنسبة للأهل الأمير